اشتركوا في القناة الحاكم امن حوتب الرابع ومرافقوه يدخلون الان القصد من دعواتنا للكهنة وللمعبرين ولأعاظم وأشراف طيبة هو امتحان معبر شاب يدعي أنه قد تمكن من تعبير منامه ونحن اليوم بصدد أن يقف الحاضرون على حقيقة الدعاء أصادق هو أم كاذب اشتركوا في القناة يحيى حاكم مصر العالم من حوتب الرابع يزر سيف رغم خدمته لسنوات مديدة في قصر بوتيفار إلا أنه لم يتعلم بعد أن يركع أمام إله مصر ويعظمه لعل الركوع عندكم أصبح أمرا عاديا فأنتم تركعون لعشرات الآلهة على اختلافها أما أنا فلم أركع حتى الآن إلا لرب واحد ومعبود واحد أرجو أن لا يفسر جناب الحاكم عدم ركوع على أنه عدم احترام لكن هذا التصرف بعرف أهل ووجهاء مصر يعتبر إساءة كبيرة لو كان الأمر كما يقول الكاهن الأعظم وكنت قد تعلمت الركوع والخضوع لخضعت للحسان من نساء طيبة وما قصيت عذاب السجن لسنوات جميعكم تعلمون أن قصد من إقامة هذا المجلس هو الحصول على تعبير منام قد رأيته مؤخرا لا شك أن معبري مصر الحاذقين والمجربين قد قاموا حتى الآن بتفسير رؤاي بينما أن هذا الأمر ليس متوقعا من يوزر سيف الشاب فهو كان يتوق إلى هذا الاختبار ونحن أردنا أن نفحص قدرته بعضكم قد سمع وصف منامي أجل أجل لقد سمعناه لقد سمعناه سيدي لكني أود أن أعيده على ما سمعكم في الليلة الأولى رأيت سبع بقرات سمان خرجنا من نهر النيل وانشغلنا بالرعي على الشاطئ ثم رأيت النيل قد جف وخرجت من قعره سبع بقرات عجاف ثم هجمت البقرات العجاف على البقرات السمان وابتلعتها جميعا إضافة إلى رؤيا البقرات رأيت في ليلة الثانية سبع سنابل خضر ملأ بالقمح رأيتها وقد يبست ووقعت على الأرض وذلك بفعل سبع سنابل يبسات جناب ألخماه وكهنة المعبد سمعوا وصف رؤياي قبل الآن وقد استمهلوني حتى اليوم لينظروا في تعبيرها أنا الآن بانتظار سماع تفسيرهم سوف تفسيرهم سوف ت Bel забorgатель سوف تفسيرهم سوف تفسيرهم من جارت سوف تقيقي للمماء المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة تفضلوا نحن نسمع لقد بذل جهود كثيرة حتيثة راقبنا أحوال النجوم والكواكب وبحثنا فيها طلبنا العون والمدد من أرواح أسلافنا طلبنا العون من الشياطين والعفاريت لنتمكن من الوقوف على تفسير ولكن... إنها ليست من المنامات التي نعجز عن تفسيرها لكن منام الحاكم يختلف كثيرا عن المنامات الأخرى إنها معضلة لا جواب لها وقلعة لا يمكن اقتحامها وقد أبطلت كل أورادنا وعطلت كل ما جربناه من السحر وغيره جل ما توصلت إليه جهودنا نحن المعبرين هو أن البقارة قد فسرت في أساطير مصر بالسنة فقط هذا سنة؟ سنة؟ تمقض الجبل عن فأرة والنيل عن بعوضة هل هذا هو تفسير رؤيانه؟ البقارة تعني سنة؟ حسناً يوزر سيف الدور لك ما هو تعبيرك للرؤية؟ ليس تعبيرني عالي المقام أنا سأنبئكم بتأويل رؤياكم التأويل والتعبير ما الفرق بينهما؟ أصل التعبير مبنياً على الحدس وظن المعبر وتحققه ليس قطعياً أما التأويل فمتجذر في الحقيقة الملكتية للرؤية وما أقوم بتأويله قطعي الحصول ومتحقق لا محالة ولا سبيل للتبديل والتغيير فيه أبداً أن لك كل هذه الثقة يوزر سيف فأنت شديد الثقة بتأويلك ذلك من عند الله ربي ولا أقول شيئاً من عند نفسي بل رب هو الذي آتاني علم التأويل ما تقوله أنت؟ إدعاء فارغ والطريق طويل قبل أن تثمت حقيقته ما تزعبه؟ أنت وربك دونه حجب الترديد والإبهام إن سمحتم لي من فضلكم فسوف أزيل حجاب الترديد هذا وسوف أقوم بتبيان حقيقة الرؤية وسوف أثبت لكم قدرة ربي إن لم يكن مانع لدى جنابي الخماه فلنتعاون في تفسير هذه الرؤية لقد قال معبركم للتو إن البقرة في أساطير مصر كانت تفسر على أنها سنة أليس صحيحاً؟ أجل لا نشكك في هذا هل توافقون معي أن منام البقرات ومنام السنابل متشابهان وحقيقتهما واحدة؟ يظهر أنها كثالك أليست السنابل الخضر الملأ بالقمح علامة على وفور الحصاد والسنابل الصفراء اليابسة علامة على القحط؟ لا يخطر ببالي تفسير آخر والحال هذا ألا يمكن لنا أن نقول في النتيجة إن مصر قادمة على سبع سنوات من وفرة المحصول وسبع سنوات من القحط والجفاف والجوع؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحسنت أحسنت يوزر سيف هذا أفضل التفسير على الإطلاق وأقربها إلى منامي هذا تعبير صحيح ودقيق أنا أجل وأحترم يوزر سيفش رأيت جناب ألخمه؟ ألم أقول إن هؤلاء حفنة رجال مدعين لا نفع يرجى منهم؟ ويمكنهم أن يبنوا على تصوراتهم الواهية فيقول بالحدث والظن الذي لا يغني عنهم شيئاً يظهر هذا التأويل صحيحاً أما التعبير الذي لا يكون مطابقاً للواقع فيجب أن يوضع موضع التشكيك هل سمعتم يوماً عنا أن نير المقدس قد تخلف عن رأي أرض مصر وعن سقيها أيضاً؟ هذا التعبير يتناسب مع أرض السواد إلى الجنوب من مصر ولا يتناسب مع أرض طالما تغنت بامتلاكها للنيل لكننا سمعنا من أسلافنا أن النيل قد جف وانحسرت مياهه عدة مرات سابقاً إلى حد أن الطيور لم تعد تجد ما تروي به ضمأها سيد الحاكم إن سلمنا جدلاً أن تعبير يوزر سيف للرؤية ليست صحيحاً إلا أن العقل يحكم أنه يجب إيجاد حل للحؤول دون وقوع هذا المكروه بهذا التعبير يتبين أن خطراً عظيماً يتهدد مصر في المستقبل القريب ما سبيل النشاة؟ طريق الحل سيكون في استغلال سنوات الوفرة السبع في الزراعة والدخار الفائد لسنوات القحط والجفاف فينجو الناس من الكارثة أحسنت أحسنت يا يوزر سيف الحكيم اقتراحك للحل صحيح ومثلي كتعبيرك تقصدون أن أربع عشرة سنة من عمر المملكة سوف تكون مرهونة برؤية؟ وهل تقترحون حلاً أفضل من هذا؟ إن افترضتم أن هذا الخطر محتمل أفلا ينبغي أن نبذل جهدنا لتدارك هذا الاحتمال؟ بلى، لكن يجب الأخذ بعين الاحتبار أن أربع عشرة سنة من عمر المملكة أكثر قيمة من أن تهدر في سبيل رؤيا وأن يتم صرف رأس مال الدولة في التحضير لمواجهة خطر واه قد لا يتحقق العقل يحكم أن نأخذ بالاحتياط ونعمل به لعل الاحتمال يتحقق عندها إن لم نكن قد تداركنا الأمور فماذا عسنا نفعل بالقهط؟ إنها لسعادة عظيمة أن نكون مطلعين على ما هو آتم الآن وقد عرفنا الحل يمكننا أن ندفع هذا الخطر العظيم نحن شاكرون جداً يوزر سيف لقد أنذرنا من الخطر الداهم نحن شاكرون أيضاً لرب يوزر سيف والسبب هو أنه يرأف باتباع الألهة الأخرى لقد سمعتم جميعاً قضية عفة يوزر سيف واجتنابه الخطيئة وشهدتم أيضاً حكمة ودراية يوزر سيف وإدراكه وفهمه وقد رأيتم أنه آخذ بمجامع علم التأويل منذ اليوم سيكون أميناً لدينا يوزر سيف سيحظى من اليوم بالمقام المطلق وسيكون أميناً عاماً لنا أنا اليوم فرح مسرور ولن أوبخ المعبرين من رجالك كي لا ينقلب هذا السرور غضباً لقد ظهر اليوم للجميع ضعف آلهة مصر والكهنة ومعبري المعبد وذلهم وحقارتهم وقد رأيتم أنه ثمت إلهاً آخر أعلى شأناً من الإله أمون والآن عليك أن تأخذ معبريك وأن ترحل من هنا سريعاً قبل أن يطالهم غضبي ترجمة نانسي قبل أيها العثوز الخرف الأحمق لازلت لا تدري متى تفتح فاكة ومتى تغلقه وتخرس تأكل خبز أمون وتنبر للدفاع عن عدو أمون لقد كان تعبيره صحيحاً ولم أجد بداً من أن أنصفه ومن طلب منك الدفاع أيها الأحمق لما لم تسكت كما فعل غيره لماذا أقررت للعدو في صوت رأيه علي المقام علي المقام علي المقام جنابة الإخماه لماذا تنري بالكاهل المعبد جنابة الإخماه بديموت نعم علي المقام خده هيا أصبح عني أنا لست كائنا علي المقام أصبح عني علي المقام إرخمني إرخمني أعلي المقام إرخمني أرجوك لم يحدث حتى الآن أن فضيحة كهذه الفضيحة حلت بالمعبد والكهنة لا شك أن هذه الفضيحة سوف تنتشر في مصر كالنار في الهجيم سوف يقول الناس إن رب يزرسيف العبراني الواحد الأحد إن رب راعي غنم جوال متوحش قد انتصر على إله آمون العظيم وسيقولون إن يزرسيف الشاب عديم الخبرة قد تمكن من الانتصار على الكهول من معبري مصر في تأويل الرؤية خصوصا أن أهل مصر يعبدون المعبرين كما يعبدون الآلهة الأخرى آمون يا إلهي العظيم ارأف بنا كم علينا أن نسعى للتخلص من آثار هذه الفضيحة موسيقى 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 اشتركوا في القناة عفواً، هل أنت من العاملين في القصر؟ ماذا تريد؟ يوسف، عفواً، هل تعرف يوزار سيف؟ ماذا تريد من؟ هل هو في القصر الآن؟ ولنفترض هذا اسمعني، أنا من أصحابه القدامى أنت؟ من أصحاب يوزار سيف؟ مالك، مالك بنزعر أخبر يوزار سيف أن مالك يبحث عنه منذ عشرين سنة بناءً على ما رأاه جناب يوزار سيف في تفسير منامي، فإننا على أبواب قحط عظيم، وعلينا أن نجد مخرجاً من هذا المأزق، يجب إيكال إدارة الأمور إلى شخص يكون مديراً ومدبراً إضافة إلى أمانته وصلاحه، أنتم يا وجهاء مصر وأشرافها، هل تعرفون أحداً تلك سفاته؟ أجل، أجل، نعرفه نعم، بوتيفار، إنه مناسب جداً لهذا المأزق عالي المقام، بوتيفار بوتيفار هو أفضل شخص نعرفه يمكن له أن يدير هذه الأزمة بوتيفار على فراش المرض، ولا طاقة له على حمل مسؤولية ثقيلة كهذه عالي المقام، الشخص الذي أراه جديراً بهذا المقام هو هورين هوب، رئيس حراس القصر هورين هوب يتمتع بلايقات كثيرة، لكن أكثر ما يليق به هو قيادة العسكر وليس الإشراف على الزراعة يا يوسف، هذه المسؤولية العظيمة تقع على عاتقك، عليك أن تقبلها فإرادة الله تقضيه بأن تبسط قدرتك على بلاد مصر بأسره حضرة جناب الحاكم أوكل إلي هذه الوظيفة واجعلني أميناً على خزانتي وأمور زراعة في بلاد مصر لو سمحت فكما يمكن لي أن أحافظ على غلة الناس وأماناتهم يمكنني أيضاً الخروج بتدبير وسياسات مناسبة في إدارة المملكة جناب الحاكم نعم، ومن سيكون أفضل منك؟ أنا واثق أن باستطاعتك تولي هذا الأمر أجعلك من اليوم على رأس خزانة الزراعة لإدارة أمور الزراعة في مصر وأبلغ الجميع أن جناب يوزر سيف سيكون من اليوم فصاعداً كبيراً المستشارين لدى حاكم مصر إنه وإن كان عالماً لكنه غريب عنه أتظن أنه غير قادر على حمل هذه المسئولية الكبيرة؟ هل صحيح أن ربه أعلى شأناً وأرفع مقاماً من آلهاتنا؟ أولم ترى كيف سلم له ألخماه مرهماً والمعبرون سلموا له وانهزموا بين يديه؟ إن تعيين غريب في مناصب الدولة هو بحد ذاته هزيمة لأشراف مصر ليس إلا أنتم يا أشراف مصر ووجهاءها تعلمون أي مقام رفيع يحظى به المعبرون لدى الناس وأن هذا المقام ليس سهل المنال جناب يوزرسيف هو معبر رؤيا لم تشهد له مصر نظيراً منذ قبل وقد قررت الآن أن أقيم حفلاً عظيماً تكريماً وإجلالاً له هل لدى جناب يوزرسيف أي طلب؟ أود أن أنفذ له جميع طلباته لقد بالغ الحاكم اليوم في التفضل علي والإحسان إليه وما أتمناه هو أن يكمل جنابه مبتدأه سأقبل أي طلب يتقدم به جناب يوزرسيف لدي طلبان الأول هو أن يتم الإفراج عن النسوة من قيد السجن والثاني أن يتم الإفراج عن سجنائي زويرة وأنا أضمن لكم صلاحهم وحسن سيرتهم وسلوكهم إنما قمنا بسجن النسوة من أجلك أنت فإن شئت أفرجنا عنهن لكن لعلك قد نسيت أن الزليخة هي التي تسببت بأن تقضي سنوات في السجن أجل يا جناب الحاكم لقد سعيت جاهدا أن أنسى ذلك لقد قضيت سنوات مديدة في السجن بسبب زليخة وهي امرأة خائنة ومهووسة يجب أن تنال جزائها أنا لم أخلق لأشغل نفسي بالانتقام إن من يدعو الناس إلى العفو والرحمة والمغفرة لا يمكنه أن يكون هو أهلا للعداوة والانتقام كنا نظن أنك سوف تسعى للانتقام من زليخة وبوتيفار أشد انتقام أنا لم أطلب غير رفع التهمة الباطلة عني وليس فقط أني لست بوارد المطالبة بسجنهما بل أدعو إلى إخراج كل الأبرياء من السجن أيضا طلبك في إخراج سجناء زوير ليس في محله فهم أناس خاطرون وهم ذو سوابق بمخالفة أمون وحكومة مصر وجرائمهم متعددة ومنها خيانة حكومة مصر لقد عشت معهم لسنوات عديدة ويمكن لي أن أضمن لكم سلامة سيرتهم وأخلاقهم فهم لم يعودوا كما عرفتموهم في السابق الأمر عائد إليك أصبحت تتمتع بصلاحية إصدار المرسيم يمكنك إبلاغ المأمورين بأي إجراء تراه مناسبا فيمض في تنفيذه أصدر أمرك فيتم إخراجهم شكرا لك يا عالي المقام أخبر القائد أخبر القائد يحيى القائد تاكلوت حييت، جئتك برسالة من جنابي هورنهوب لمن هذه الرسالة؟ هي لجنابك دامان حفظكم الإله آمون أمرك مطاع إفتحوا إسمعوا جميعاً أعيرون انتباهكم من مستشار حاكم مصر المحترم إلى كيدامين، رئيس السجن زاويرة بعد اطلاعنا على حسن سلوك سجناء زاويرة وبعد الأخذ بعين الاعتبار أن كثيراً من السجناء إنما دخلوا السجن ظلماً بغير ذنب ارتكبوه نرى لزاماً علينا أن نهب السجناء ما بقي عليهم من أيام عقوبتهم وعليه فإن هذا البلاغ يعتبر بمثابة حكم الحرية لكل السجناء مستشار حاكم مصر مستشار حاكم مصر يوزر سيف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة لا يمكن تحمل سجن زاويرة بدون يوزر سيف يا ليتني تخلصت من السجن ولاحقت بيوزر سيف برفقتهم أجل ما تقوله هو لسان حالي اشتركوا في القناة أحقا نحن حرائر؟ أجل بأمر من مستشار الحاكم جنابي يوزر سيف أنتن حرائر ما الذي قلته؟ يوزر سيف أصبح كبير مستشاري الحاكم؟ أجل هو كذلك هل سمعتن؟ يوزر سيف أصبح مستشار الحاكم أمن حوتك أتعلمنا ما معنى ذلك؟ معنى هو أن الحاكم أيضا مولع به وهل يمكن تخيل جوار يوزر سيف دون الوقوع في شراكه؟ وهذا ليس إلا البداية من الآن سترون الجموع الغفيرة من محبيه لا محملة في انتظارك زليخة عليك أن تسيري سمعتهم يقولون إن الكهنة بدوا أمامه ضعفاء صاغرين ما يقوم بتأويله يحدث لا محالة يقول إنه تعلم تأويل الرؤية هذه من ربه ولا يقول شيئا من عنده أجل كان يديم الحديث عن ربه أظنه يريد القول إن ربه أقوى من آمون أيضا ألغماه اليوم حزين للغاية لم يستطع الكهنة أن يرفع رؤوسهم بوجهه هو أعلم من جميع المعبرين في مصر ترجمة نانسي قنقر قال إن مصر قادم على سبع سنوات من الوفرة وسبع سنوات من القحط والجفاف علينا أن نقلق بشأن الأيام القادمة وما أدراك أنها أيام قحط من حيث إنهم يقولون إن يوزار سيف لا يخطئ في تعبير الرؤية ومن حيث إن العاقل لا يستهين بالتحذيرات على الإطلاق إن كان يوزار سيف هو الذي فسر هذا المنام فسوف يقع ذلك لا محالا إنه محق فإن حصل القحط وكنا قد ادخرنا فلن نمتجوعا وإن لم يحصل القحط فلن نكون قد خسرنا شيئا أين أنت يا يوسف فالكل يتحدث عنك لماذا لا يمكنني أن أعثر عليك؟ هل أردت شيئا؟ لا شغل لي معك منذ أمد بعيد لكن بسبب ما حصل اليوم في قصر أمن حوتب أرى أنه من الضرورة بمكان أن أذكرك أنت وأهل القصر ببعض الأمور إن تذكرتم جيدا فنحن فنحن قد قمنا منذ قرابة عشر سنوات بإرسال يوزار سيف إلى السجن لنجعله عند الناس حقيرا وصغير القدر أما ذنبه فكان أنه لم يخضع لزليخة ولم يخضع أيضا لنساء طيبة المهوسات لكن ترون أن الحقارة والصغر لحقابي وبزليخة وقد نال يوزار سيف من الرفعة والمكانة ما لم نكن لنتصوره حتى لأنفسنا أمس افتضح أمري وأمر زليخة عند جناب الحاكم هي بسبب هوسها وخيانتها لزوجها وظلمها ليوزار سيف البريء أما أنا فبسبب سجن إياه والمشاركة في خيانات زليخة هذا يجب أن يكون درسا وعبرة لكم جميعا دعوا ليساني يفصح عن الحقيقة المكمولة في صدري منذ عشر سنوات زليخة أذهبت ماء وجه زوجها وأهل بيتها وقضت على سمعتنا الحسنة في سبيل اتباعها لشهواتها اللعنة علي إذ أعنتها على ذنبها وتسببت لشاب عفيف النفس وعالم وحكيم كيوزار سيف بأن يدخل السجن ظلما وعدوانا أنا أعترف بذنبي وبجريرتي لكن وصفك يزار سيف وتعظيمك لا يبين أن قلبي لم يتعلق بحقير أنت لا تدركين مدى قبح ما تنطقين به معنى كلامك هذا هو أن النساء لا حرج عليهن في خيانة أزواجهن إن وقعن على من هو أفضل منهم ولا حرج عليهن في إفناء البشرية إدراكا لذلك اللعنة على النساء المهووسات أمثال الزليخة واللعنة على الرجال أمثالي الذين لا يحركون ساكنا إذا أفعال قبيحة كأفعال الزليخة ترجمة نانسي القبيحة ترجمة نانسي قنقر نيمي سابو نعم سيدتي هل علمت أن يوزار سيف خرج من السجن؟ أنا كنت هناك عندما خرجها خرج من السجن هل تعلم أنه الآن رئيس خزانة مصر وكبير المستشارين لدى أمين حوتب؟ ليس ذلك خافيا سيدتي وبعد خروجه عمل على أخراج سائر السجناء يوزار سيف لا يتوقع منه غير ذلك ونسوة مصر الخائنات خرجنا بسببه أيضاً أي شخص مكانه؟ ما كان ليصفح كما فعل؟ هو الآن يطلب لك الحرية أيضاً أنا؟ يوزار سيف يحررني أنا؟ أجل عشق يوزار سيف يقوم بتحريرك من الآن أنت حرر ويمكنك أن تذهب إلى يوزار سيف ألا يمكن الإزليخة أن تكون هي أيضاً كيوزار سيف تأخذ بالعفو وتعمل على عطق الرقاب أنا، 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 أنا أشكرك سيدتي شكراً لك سيدة سليخة ساعدوني ساعدوني ومن؟ ساعدوني ومن تراه يكون هذا؟ اسحبوه وسوف نعرف اسحبوا للأعلى هيا جسد أي تعيس الحظ هذا؟ أمسكه برجله، هيا، هيا تحرك هيا يا رجال اسحبوه ساعدونا، هيا هيا اسحبوه أغريق هو أم مقتول هذا كبير المعبرين في معبد آمون أنا جاهز على الدوام للقيام بمهمات من هذا النوع أيها الحارس، أين جناب باديامون؟ جناب باديامون، جناب باديامون، مات كبير المعبرين، انت شلنا جثته من الماء، ها هي الآن بجنب النهر اذهبوا مع هذا البحار وانظروا ماذا يريد، يقول إنهم انتشلوا من الماء جثة تعود إلى كبير المعبرين، إن كانت جثته حقا فأتوا بها معكم نعم سيدي أيها الأحمق، ألا يمكن الوثوق بك في مهمة صغيرة؟ جناب القائد، المكان حيث ألقين به مليء بحتان النيل لماذا إذا ظهرت جثته على الشاطئ؟ إن تم اتهام المعبد بالموت كبير المعبرين، فسأعتبرك المذنبة في هذا، إن خالفت العمل ثانية، وأخللت بالاتفاق الذي بيننا، وتسببت في إفشال الأمور، فلن تشم رائحة النقود، اذهب أنا قمت بعملي على أكمل وجهك، لا أدري ما الذي حصل اذهب، اذهب قبل أن يراك أحد هنا، اذهب وتوارى عن الأنظار، قلت لك اذهب حالا قبل أن يراك أحد هنا موسيقى 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 إنه المعبر هاي ألست أنت بناروس الساقي ساقي أمين حوتب أنت لعل كانيني فركبت هل أصبت بهذا ماذا يفعل صديقك يوزر سيف هذا جيد وماذا تريد منك لي معه شغل كثير أود من كل قلبي أن أراه أين كان أين أين وجدتموه كان ملتصقا بقوائم المرسى فلترحم روحه الآلهة لقد كان من كبار المعبرين في المعبت أظن أنه لم يطق تحمل مرارة الهزيمة في مقابل ما عبر عنه يوزر سيف فلم يجد بدا من إلقاء نفسه في نهر النيل لقد كان صعبا على معبر عظيم مثله أن يقف عاجزا ومتحيرا أمام تعبير الرؤية جناب الحاكم لذلك أقدم على الانتحار هيا هذوه إلى الغرب باحترام وادفنوا جسده في إحدى المقابر هل أنت واثق أنهم قتلوه؟ لا أشك أبدا لقد شهدت بالأمس على اعتقال باديامون لكبير المعبرين واليوم ظهرت جثته في الماء وقد رأيت نينفير كابتا يتأمل الجثة ويضحك أنا واثق أنه من قتله ألم ترى كبير المعبرين كيف كان يلتمس الصفحة من ألخماه عندما قاموا باعتقاله؟ ألا يرحم هؤلاء حتى بعضهم عندما يصل الأمر إلى تحقيق غاياتهم؟ ألخماه وكهنة المعبد لا يتورعون عن ارتكاب أي جناية على هؤلاء أن يعاقبوا لا يحق لهم هذا الجشع وارتكاب هذه الجنايات لقد قام ألخماه بإجراء قانونه الخاص في المعبد حتى حكومة مصر لا تتدخل في أمور المعبد الداخلية إن أعانني الله فسوف أقتلع أصول هذا الاستبداد من جذوره أنا قلق عليك كثيرا جناب يوزر سيف انتبه لنفسك إن أنا تحصنت بدرع الله الواقية فلن يستطيع هؤلاء مجتمعين أن يصلوا إلي بسوب عليكم بإفشاء خبر هذه الجريمة فيطلع الناس عليها ولا يتسنى للكهنة أن يستمروا في إخفائها عليكم أيضا أن تبحثوا على النينفير كابتا فهو رجل خطير جدا إن بقي حرا طليقا فسوف يرتكب جنايات أخرى أيضا لقد نسيت إخبارك علي المقام منذ بضعة أيام رأيت شخصا غريبا كان بحالة يرثى لها يسأل عنك متلهفا ألم يخبرك باسمه؟ بلى أظن مالك أجل أجل مالك طبعا لم يكن مالك ابن زعر بلى مالك ابن زعر لقد أصبت هو بعينه هذا ليس ممكنا كان يقول إنه يبحث عنك منذ ما يزيد عن عشرين سنة قوله صحيح عليكم إيجاده ابحثوا عنه أينما كان وأحضروه إلي أمرك مطاع عالي المقام مالك ابن زعر مالك يعني هو بعينه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر